الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الدعوة التام والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله الذي فرض على المسلمين صيام هذا الشهر الكريم لينال الأجر العظيم الحمد لله الذي قدر كل شيء فأحسن قدره الحمد لله مقدر النعم ومزيل النقم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته وهداه إلى يوم الدين اللهم أعن على صيام شهر رمضان وأعن على قيامه وأعن أن نكون فيه كما أردت وكما شرعت متبعين هدي نبيك صلى الله عليه وسلم رجاء الفوز برضائك والظفر برحمتك وبما أعددت للصائمين الصادقين والمؤمنين المتقين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم اللهم بارك لنا في أيامه ولياليه وساعاته وأعننا على الأعمال الصالحات الفاضلات التي ترضيك عنا يا أرحم الراحمين وأبعدنا عن الأعمال السيئة وأبعدنا عن شياطين الإنس والجن واكفنا شرورهم يا رب اللهم لا تحرمنا في هذا الشهر الكريم من تلاوة كتابك العظيم وتدبر آياته وفهم معانيه واتباع هداه اللهم نور به قلوبنا وأرواحنا ومنازلنا ومساجدنا وأعننا على العمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إننا نسألك في هذا الشهر الكريم شهر الرحمة والمغفرة أن تنزل علينا الرحمة والمغفرة ونسألك أن تنقنا من الذنوب والخطايا والآثام كما ينقع الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن صيامنا لك وجزاؤه عليك من بحر فضلك فأعننا يا رب أن نبتعد بصيامنا عن الرفث والصخب والسباب واللغو حتى نحظى بالجزاء الأوفى وحتى نظفر بالثواب الأكمل اللهم إننا نستغفرك لكل ذنب قويت عليه أجسادنا وجوارهنا بعافيتك لنا ونالته قدرتنا بفضل نعمتك علينا وانبسطت إليه أيدينا بساعة رزقك يا أرحم الراحمين والتكن فيه عند خوفنا منك على أمانك لنا فاغفره لنا يا خير الغافرين اللهم إننا نستغفرك لكل ذنب سرنا إليه أو مددنا أيدينا إليه أو تأملناه بأبصارنا أو أصعينا إليه بآذاننا أو ذكرناه بألسنتنا يا غفار الذنوب ويا علام الغيوب اللهم نسألك ونتوجه إليك وحدك أن تغفر لنا مغفرة واسعة شاملة لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إننا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا فردة ولا همّا إلا فرجدة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأشرف رسوله سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون شهركم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره أمن علينا ببلوغ هذا الشهر الكريم نحمده جل وعلا وإدراك هذا الشهر الكريم نعمةٌ عظيمة قد حُرِمها كثيرٌ من الناس إما بالوفاة أو بغيرها من العوارض التي تعرض على الإنسان فينبغي على العبد أن يستشعر نعمة الله عليه بإدراكه هذا الشهر الكريم وهو في خيرٍ وأمنٍ وصحةٍ وسلامةٍ وعافيةٍ ورخاءٍ واستقرار ثم إنا نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره أن منَّ علينا بحلول هذا الشهر ونحن في هذه البلاد المباركة ننعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء ورغد العيش بفضل الله جل وعلا ثم ما منَّ به علينا من نعمة شرف الخدمة وارتياد الحرمين الشريفين للصلاة وللعمرة ولغيرها من الأعمال الصالحة فهذه نعمٌ عظيمة ينبغي علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها ثم نشكره جل وعلا على أن منَّ علينا بإدراك هذا الشهر وقد زالت عن المسلمين هذه الجائحة وعادت الحياة إلى طبيعتها فهذه نعمٌ تترى نسأل الله أن يُزِعنا شكرها نهنِّئكم ونهنِّئ الأمة الإسلامية كما نرفع التهنئة لولاة أمرينا خادم الحرمين الشريفين ووليَّ عهده الأمين جزاهم الله خيرًا ونسأل الله أن يمنَّ علينا وعليكم بالقبول والتوفيق وأن يعيده علينا أعوابًا عديدة وأزمنةً مديدة ونحن نرفل في خيرٍ وصحةٍ وحياةٍ سعيدة أيها المسلمون من نعم الله عز وجل علينا أن أدركنا هذا الشهر الكريم وهو موسمٌ عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يُبشِّر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول أتاكم شهرٌ عظيمٌ مُبارَك قال الحافظ بن رجب رحمه الله وهذا الحديث أصلٌ في تهنئة الناس بعضهم بعضًا بدخول شهر رمضان المُبارَك ثم أنعم الله علينا بإدراك هذا الشهر ونحن نعيش شرف المكان في هذا الحرم الآمن الذي جعله الله مُباركًا وهُدًا للعالمين فينبغي علينا أن نُعظِّم هذا البيت لأن تعظيمه من تعظيم شعائر الله ذلك ومن يُعظِّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بمُراعاة الآداب فيه والحرص على جعله مكانًا للعبادة وأداء الشعائر والتأدُّب بالآداب التي يجب على المُسلم أن يتحلَّى بها وهو يعيش في رحاب هذا البيت العتيق وليحرِص المُسلم مُرتاد الحرمين الشريفين على رعاية تطهيره وتنظيفه وصيانته والمُحافظة عليه من أن يكون مصروفًا إلى غير العبادة ولهذا فإن من نعم الله عز وجل علينا أن نُدرك هذا الشهر ونحن في هذا البيت ونعيش الأمن والأمان والتطهير والتعقيم وأيضًا الاحتياط للصحة والسلامة بالتعقيم والتطهير ولُبس الكمامات لأن هذا من أكثر وأكبر أسباب الاحتياط للسلامة على صحة مُرتاد الحرمين الشريفين وللأخت المُسلمة سلامٌ وتحيَّة ودعاءٌ خاص وهي تأتي إلى هذا البيت الشريف فعليها أن تتأدَّب بالآداب بالحجاب والاحتشام ومُراعاة آدابه وعدم اختلاطها بالرجال كذلك أيها الإخوة سرَّن السماح للأطفال لكن ينبغي على آبائهم وأمهاتهم متابعتهم وتربيتهم والعناية بهم حتى لا يُشوِّشوا على المُصلِّين ويُذهِبوا خُشوعهم خُشوع الرُّكَّع السُّجود في هذه الليالي المُباركة نسأل الله أن يمنَّ علينا وعليكم بالقبول كما ينبغي تعاون الجميع مع الجهات الأمنية والجهات المعنية كرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وأيضًا المُحافَوة أثناء تناول طعام الإفطار على نظافة الحرم الشريف وأيضًا ينبغي ونحن نُشيد ولله الحمد والمنَّة بوعي قاصد الحرمين الشريفين وتعاونهم مع الجهات المعنية نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم أهلَّ علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تُحبُّه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانًا واحتسابًا اللهم اجعلنا فيه من عُتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله الذي فرض على المسلمين صيام هذا الشهر الكريم لينال الأجر العظيم الحمد لله الذي قدر كل شيء فأحسن قدره الحمد لله مقدر النعم ومزيل النقم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته وهداه إلى يوم الدين اللهم أعن على صيام شهر رمضان وأعن على قيامه وأعن أن نكون فيه كما أردت وكما شرعت متبعين هدي نبيك صلى الله عليه وسلم رجاء الفوز برضائك والغفر برحمتك وبما أعددت للصائمين الصادقين والمؤمنين المتقين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم اللهم بارك لنا في أيامه ولياليه وساعاته وأعننا على الأعمال الصالحات الفاضلات التي ترضيك عنا يا أرحم الراحمين وأبعدنا عن الأعمال السيئة وأبعدنا عن شياطين الإنس والجن واكفنا شرورهم يا رب اللهم لا تحرمنا في هذا الشهر الكريم من تلاوة كتابك العظيم وتدبر آياته وفهم معانيه واتباع هداه اللهم نور به قلوبنا وأرواحنا ومنازلنا ومساجدنا وأعننا على العمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إننا نسألك في هذا الشهر الكريم شهر الرحمة والمغفرة أن تنزل علينا الرحمة والمغفرة ونسألك أن تنقنا من الذنوب والخطايا والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن صيامنا لك وجزاؤه عليك من بحر فضلك فأعننا يا رب أن نبتعد بصيامنا عن الرفث والصخب والسباب واللهو حتى نحظى بالجزاء الأوفى وحتى نظفر بالثواب الأكمل اللهم إننا نستغفرك لكل ذنب قويت عليه أجسادنا وجوارهنا بعافيتك لنا ونالته قدرتنا بفضل نعمتك علينا وانبسطت إليه أهدينا بساعة رزقك يا أرحم الراحمين واتكننا فيه عند خوفنا منك على أمانك لنا فاغفره لنا يا خير الغافرين اللهم إننا نستغفرك لكل ذنب سرنا إليه أو مددنا أيدينا إليه أو تأملناه بأبصارنا أو أصعينا إليه بآذاننا أو ذكرناه بألسنتنا يا غفار الذنوب ويا علام الغيوب اللهم نسألك ونتوجه إليك وحدك أن تغفر لنا مغفرة واسعة شاملة لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إننا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا لفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا حاجة تنهلك رضاً ولنا فيها صلاح في دنيانا وآخرتنا إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا إله العالمين بك أنزلنا حاجاتنا وأنت أعلم بها فاقضها لنا بعطفك ورعايتك فإنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم الذي فيه صلاحنا في معاشنا ومعادنا وفي دنيانا وآخرتنا وعاجل أمرنا وأجله اللهم اصرف عنا ما فيه فساد لنا في معاشنا ومعادنا وسائر أمورنا وأحوالنا يا رب العالمين صلاة القيام أثابكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله أكبر سمع الله لمن حبيده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأمهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقوا آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تثلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام عليكم الله أكبر سلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقال لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله نمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسخي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فدبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عن ما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال آمين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون بماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله